كهرباء اضطرد من معسكر الامارات واترحل القاهرة ومش بس كده غرامة مليون جنيه وانباء عن عرضه للبيع يطر عمل ايه الا ما نشرطوش المواقع ابلاؤه هنا وصدق اولا تصدق مع الصحف احمد الجدين بعد مباراة سريميكا كلبطرة اللي فاس فيها النادي الاهلي اتنين واحد كهرباء كانوا عطبان جدا انه ما شاركش في المباراة وخاصة انه كان متوقع انه هيشارك مكان وسامة ابو علي واللي شارك مكانه في المباراة طاهر محمد طار اللي تقلق وجاب جنين وما شاركش مكان طاهر وما لعبش الماتش اصلا فدخل غرفة الملابس في حالة غضب عارمة ودخل مع كولر في مشد ساخنة بس تفهم الاخر وساب غرفة خلع الملابس وخرج كان محمد رمضان الكابتن الكبير قدامه قال له ايه اللي انت بتعمله ده الى القاهرة در مع غرامة قدرها مليون جنيه وانباء عن عرضه للبيع بس الصدمة اللي نشرته بعض المواقع وبالتحديد موقع جوه الجول واللي قال ان الكهرباء من فترة بيعرض نفسه على مسؤولي الزمالك من ساعة معرف انه خارج حسابات كولر في الموسم الجديد وانه مفروض يرحل اما للدور السعودي او لا لدي من قنديت الدور المصري زي فاركن اللي كان عاوز يضم اللاعب ولكن مجلس دارة نادي الزمالك رفض فكرة عودة اللاعب اللي تعرضت بالفعل من وكلاء ووسطاء ما بين اللاعب ونادي الزمالك وقال ان اللاعب مش من الزمالك بطريقة سيئة جدا ولا يمكن يخشه تاني هل تقبل كمشجع زمالكاوي بعض الكهرباء للزمالك اكتبلي في الكومنتات